قال المصنف رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا قال الشارح وفقه الله المسألة الأولى أثبت فيها المؤلف رحمه الله توحيدا ربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أن الله خلقنا هو الخالق ورزقنا الرزاق ولم يتركنا هملا معطلين لا أوامر ولا نواهي بل أرسل إلينا رسولا والغاية من إرسال الله الرسل عليهم السلام إقامة الحجة على الخلق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين